اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اهل وعلى صحبي اجمعين جولة جديدة وفيديو جديد من مستودع السليب مدينة الرياض احنا عارفين طبعا المستودع ما شوالله بينزل حاجات حلوة جدا من وقت للتاني كده الواحد بيحب يروحه يعني لولا والله انه المشوار بعيد كنت على طول اصور لكم فيه زي ما احنا شايفين منزلين كمية كبيرة جدا من الملابس ملابس دي كلها مركات مركة شيئن وسبلاش ومركات وحاجات تانية كتير القطع برضو عندك مختلفة هتلاقي شيت وهتلاقي صيفي هتلاقي تشيرتات وهتلاقي اطقم كاملة وهتلاقي فساتين كل ده عليه تصفية على خمسة خمسة وسبعين طبعا جبتلكم كده تصوير لبعض القطع في حاجات تحفة تحفة ويا بخت كمان اللي يدخل في اول ما المستودع بيفتح بيتبقى في حاجات بصرع ما تتخيلوش انكم هتاخدوها بخمسة خمسة وسبعين ولا حتى بعشر ريال القطع حلوة حلوة جدا يعني ما شاء الله طبعا هما بينزلوا البضاعة هي موجودة اصلا يعني على طول بس عايز اقول لكم انهم بيضيفوا البضاعة يعني من وقت للتاني علشان الناس اللي مش بالطول انها تاخد في اول ما المستودع يفتح يعني بينزلوا على الساعة اربعة ويدفوا تاني على الساعة سبعة كده كده هي الحاجة موجودة على الاستندات زي ما انتو شايفين طبعا ومنظمة ما شاء الله يعني مش هيبقى فيه اخناء عليها ولا اي حاجة خالص كمان في مفرش السرير برضو عليها تصفية على مفرش السرير كانت بخمسة وثلاثين وبتمانية وثلاثين واسعارها كانت مختلفة وبتمانية وعشرين حاليا مفرش السرير الطقم كامل على خمسة وعشرين ريال هتلاقي المفرش السرير بالخداديات بالاكيس بكل حاجة شايفين ماركة سبلاش ده تايجر برضو بس الوان برضو سبلاش كل ده على خمسة خمسة وسبعين تحفة تحفة البنطولات الجنس هناك بكمية يعني انا مصور لكم في الفيديو بس صدقني فيه مكان كمان يعني انا مصورتوش لانه ما شاء الله كان عليه زحمة فيه شوية جنس بقى للأولاد وللبنات يعني حاجات كده تحفة شوف كان سعره كام في الاول هنا برضو على خمسة خمسة كل حاجة كل القطع مش هقعد بقى أقول السعر كل شوية كل القطع على خمسة خمسة وسبعين المكان بيبقى فاتح طبعا من الساعة اربعة للناس اللي ما راحتش من المستودع قبل كده بيفتح من الساعة اربعة لتقريبا 11.5 او 12 يعني حاجة زي كده بيفتح يوميا معا دا يوم الاربعاء خلكوا عارفين برضو اللي يحب يستفسر يكليب لي كومنت وهارد عليه على طول واللي يحب برضو يغضي اللوكيشن برضو بس يسيب لي كومنت وانا على طول يحطو لكم اللوكيشن في الاول البضاعة دي كانت بتنزل بالاكيز بتاعتها وكان بديبقى فيه طبعا الكيز كان بيقى في قطعتين وتلاتة وكان الكيز بيبقى على خمسة شر ريال اللي هو شيء انه والمركات التانية وكان فيه ايه يا ربي مركات يعني فيه شيء انه وهاي بيبي وسبلاش ولا كان فيه مركات تانية مختلفة بس طبعا بيحصل عليها زحمة الناس كتير بتاخدوا تحط في العربيات والناس تانية بتعرفش ان هي تتفرج وتاخد كده افضل يا جماعة كده انت بتشوف الحاجة مقاسك ولي مش مقاسك وبتحطيها مكانك ما بتضطرش ان انت تزحمي عليها وتملي العربية بتاعتك وفي الاخر تعودي بقى ايه بتتفرج وتشوفي ايه من هينفعك ومن مش هينفعك كده بصراحة يعني افضل بكتير ما فيش اه ما فيش خناء عليها ولا ايه حاجة خلص الناس بتتفرج اللي بيعجبك بتغضيه ولي ما بيعجبتش بتسيبيه طبعا كمان انا ما قدتش داخلة يعني يعني ما قدتش داخلة كده ما لحقتش الحاجات الحلوة كمان بس ما شاء الله آآ آآ في على العربيات اللي النسبة بتحاسب في قطع تقولي هي كتفين دي يعني في حاجات حلوة قوي ما شاء الله ما تنسوش السعر على خمسة خمسة وسبعين ريال اه حلوة ده لا هتلاقي حاجات حلوة ما شاء الله ومقسات برضو فيه بس تاخد مكوى دي وتبقى زي الفل مقسة كبير وحلو فيه كمان آآ مش بس على آآ لسا كنت هقول مش بس على الاستندات لا فيه سندق كمان فيها قطع كتير جدا بتقفي ويعني فيه الناس كتمركزة فيها قوي ما عرفش كان فيها ايه بصراحة بس هتطلعي قطع حلوة اكيد مش وقفين وخلاص يعني شيت وين يعني بس كده صورت لكم بعض القطع لكن ما شاء الله ما لابس كتير شايفين برضو هنا آآ مركز على خمسة خمسة وسبعين ما عليش مش هتلاقي السعر ات برضو في اي مكان فيه برضو ادوات منزلية جماعنا ما يعني صورت لكم على السريع كده الصحون برضو عاملين عليها تصفية آآ على ريالين آآ آآ لأ وفيه فيه اجهزة وفيه حاجات تانية كتير مختلفة وفيه عطور وفيه حاجات تانية يعني بس اللي صورتها يعني الملابس وسريعا كده آآ الصحون اه شايفين مقاس تمنتاشر يعني ده مقاس تمنتاشر ده يعني على فكرة حلو مقاسه جبيل فيه فساتين فيه فساتين حلو فيه تشرتات فيه بلوزات آآ حاجات كتير ماشاء الله جنسات ده لأ ده كم فيه جنسات مش على الستاند كمان فيه جنسات كده على رف آآ ومطبقة ونص عمالة تسحب منها وتاخد آآ آآ اللي يروح يعني وعايش جنسات هتلاقوها كمان قريبة من من الملايات الملايات محطوطة كده على 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 رف كده دايري آآ الجنسات بقى برضو محطوطة هناك بقول ملايات يا جماعة هناك مفارش السرير دي ماتسبوها ياش تحف انا بحب مفارش السرير او فيش مكان الاقي في مفارش السرير غير باخد منه عشان تبقى عارفين لانه طقم كامل خامتها حلوة اللي هي اصلا بتاعت شيء ان برضو بتاعت المواقع التانية يعني كنت بدخل عليها على شيء ان مش هتجيبوها قال من ستة وستين ريال آآ فلما تلاقوها برضو هنا الطقم كامل على خمسة وعشرين تحفة يعني حلو بصراحة شايفين دي الملايات في كياسها فيه في كياسها وفيه بره الكياس بس فيه كمية يعني كان فيه بتمانية وعشرين وخمسة وثلاثين حاليا على خمسة وعشرين هي تصفي عليها حاليا على خمسة وعشرين كمان هتلاقي مش بس مفارش السرير هتلاقي دفايات هتلاقي كبرتات هتلاقي حاجة حلوة كتير شايفين الرف اللي كنت بتكلم عنه هو كمان دايرة كده مقفول يعني بس انا مصورها لكم من جوة وقفة كده من برا آآ حلوة قوي دي برضو لما تغضي ما يبقوا سريرين كده آآ للاولاد وتحطي آآ الاتنين كده على السرير نفس اللون آآ حلوة قوي دي الكبرتات برضو دي كده تلبتي تفرش آآ سرير آآ نفر اللي هي الكبرتات اللي كانت في ايدي وفيه يفرس آآ نفرين اللي هو السرير الكبير عامة يعني لدينا عند الاطباق ريالين مش هتلاقي برضو اطباق بريالين في ملامين وفي آآ برسلين وآآ من انضف الملامين والله من انضف الملامين اللي اخدته انسوا اي ملامين تاني من انضف الملامين اللي اخدته اللي في مستوضع السلاي عارفين اللي هو الاصفر ده الاصفر ده انا واخدى منه واخدى منه من جميع الاحجام ونزلته مصر من انضف الملامين الملامين اللي انا اخدته من السلاي يعني كل ما يجي وقت كده هقول لكم ايه اللي حلو ايه اللي وحش اللي انا اخدته وكنت قلت لكم ده في فيديو قبل كده كل ده تصفية على ريالين ايه طبعا الناس متفرجة وحاطين الملابس هنا طبعا يعني ما تشغلوش بالك دي ده ده احنا بتعودين على كده في مقاسات مختلفة كل ده على ريالين اشوفكم على خير في فيديو جديد